كرمت مؤسسة البيانات الدولية IDC الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم عذب الجلاهمة في فئة الرؤساء التنفيذيين من قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وذلك ضمن كوكبة من النساء الرائدات في مجال التحول الرقمي واستدامة وتنمية الخدمات والأعمال من خلال استثمار الوسائط التقنية الحديثة لسيما خلال جائحة كورونا هذا وأكدت الدكتورة الجلاهمة في هذا السياق أن التحول الإلكتروني في تطبيق الخدمات يهدف إلى تطوير منظومة تقديم الخدمات للمواطنين بجودة وفعالية وتسهيل الإجراءات على المواطنين وتيسير الحصول على الخدمات بمختلف الوسائل اشتركوا في القناة